النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إيتيكات تقديم الهدية في الزيارات الرمضانية والعيد كمان أول حاجة هتكلم فيها لو إحنا معزومين عند حد لازم وإحنا جايين أو لازم وإحنا رايحين للناس دي نجيب هدية الهدية دي أنا لازم أختارها بعناية طيب إزاي؟ أول حاجة الهدية في معناها مش في قيمتها دي حاجة أنا بحب دايما أقولها في أول كلامي في أي حلقة إن الهدية يا جماعة في معناها إن إحنا لما نختار هدية مش شرط إن إحنا نختارها هدية غالية قوي إنما لازم نهتم بتغليف الهدية بشكلها بقد إيه الشخص اللي أنا ههديه ده يكون محتاج الهدية طيب إحنا في زيارات الرمضانية هنعمل إيه؟ برضو يا جماعة زي ما بقول لحضراتكم طيب لو إحنا رايحين لحد والحد ده مثلا إحنا أكيد لما هنروح له هنلاقي عنده حلويات شرقية وحلويات غربية فإحنا مش من الإتيكات إن إحنا نجيب حاجة قريتي هتبقى موجودة عند الناس اللي إحنا هنظرهم طيب لما أجي أختار هدية أعمل إيه؟ لازم أختار هدية تثير شغف اللي قدامي يعني حتى في زيارات الرمضانية الهداية هتبقى عادية؟ آه إذ هداية؟ الهداية بتبقى عادية تماما أنا رايحة لحد أنا عارفه كويس جدا والحد ده أنا عارفه بميوله إيه وإهتماماته إيه وبيحب إيه ومش بيحب إيه فهجبله الحاجة اللي تناسبه طيب أنا لو رايحة لحد هفتر عنده لأول مرة يعني بتبقى حاجة صعبة جدا طيب ده أنا مش عارفة هو بيحب إيه وما بيحبش إيه طيب أشتري له إيه دلوقتي طبيعي جدا جدا إحنا لو الناس اللي إحنا رايحن لهم دول من ثقافتهم إن هما بيحبوا الورد وإحنا نشتري لهم ورد هنجيب لهم ورد طيب إيه كمان؟ ممكن نجيب لو مش من ثقافتنا موضوع الورد ده أو يعني مش من ثقافة الناس اللي إحنا رايحن لهم إن هما بيحبوا الورد هنجيب شوكولت طيب إيه؟ هنجيب طبق صغير كده جميل فيه شوكولت من نوع كويس ملفوفة لفة حلوة وكمان محطوطة في شنطة شيك كده وهنقدمها هداية مش أكتر من كده وما تشغلوش بالكو بإن اللي قدامكو يقول يعني ده جايب شوكولت بس أو حاجة زي كده أنتو بتجيبوا الحاجات البسيطة اللي هتناسب كل الناس حتى لو مش بيأكلوا شوكولت أو مش بيحبوها ممكن هيقدموها لحد لو حد جيه يزورهم أو كده سؤال دايما بتسأله يا جماعة لو إحنا أقارب من الدرجة الأولى هل ينفع إن إحنا نجيب حاجات يعني خزين للبيت سي ما بيقولوا؟ والله يا جماعة إحنا زي ما اتفقنا الهدية مش شرط أبدا إنها تبقى حاجات زي الأنتيكس والحاجات الفخمة والحاجات اللي هي تبقى يعني حاجات عينية يعني الحاجات اللي زي الأكل والحاجات اللي هي خزين البيت والحاجات دي بتبقى بين الناس القريبة قوي من بعض ما فيهاش حاجة أبدا لما بقى عارفة مثلا والدتي جايالي وعارفة أن أنا عندي حاجة في البيت مثلا نقصاني وإنها تجيبها ما فيهاش أي حاجة أبدا ودي بتبقى هدية الهدية في معناها معنى أننا في حاجة نقصاني في بيتي وحد الجه كامل هالي دي حاجة حلوة جدا مش حاجة وحشة أبدا فإحنا يعني نحاول أن احنا نبقى يعني نتعامل مع بعض بشكل مريح أكتر من أننا نتعامل بشكل رسمي وأن احنا لازم نجيب هدايا بشكل معين وا 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 كل اللي تكلمنا عنه النهاردة يا جماعة ده بالنسبة للهدايا في الزيارات الرمضانية أو في العزومات يعني إنما اللي هتكلم معاك ودلوقتي فيه وهو هدايا العيد طيب هدايا العيد إحنا عاوزين لما بتحصل زيارات لازم طبعا اللي بيجي بيبقى جايب هدايا معي طيب الهدايا اللي هيجيبها إيه؟ ممكن جدا بقى في العيد إن احنا نجيب حلويات شرقية حلويات غربية لو مثلا فيه اتنين مخطوبين ممكن جدا وهو جاي بيجيب العدية معي مخطوطة في حاجة شيك كده يعني زي أنسيك كده وبيقدم فيها العدية طيب لو حب إن هو يجيب هدايا ممكن برضو بيجيب حاجة بتنفع البيت كله لإن الزيارة بتبقى زيارة منزلية زيارة العيد زيارة منزلية فلازم نجيب حاجة تنفع البيت كله ممكن جدا نجيب الشوكولات ممكن نجيب ورد ممكن نجيب الحلويات الشرقية والغربية وبتبقى دي حاجة بسيطة جدا طيب لو هنقدم الهداية هنقدمها ازاي؟ من الإتيكات إن إحنا لما نيجي نقدم الهداية وخصوصا لو هي مأكلات إن إحنا نقدمها بإيدينا لتنين عشان خاطر من يعني لو مسكناها بيد واحدة ممكن تتهزق أو حاجة زي كده فهنقدمها بإيدينا لتنين طيب لو إحنا قدمناها إلي قدامنا هيستلمها ازاي؟ هيستلمها بنفس الطريقة وهيشكر طبعا اللي جاب الهداية عليها بعد كده لو إحنا موجودين واللي موجود الخطيب بس أو اللي جايب الهداية لوحده لازم نفتح الهداية ونقدم منها للموجودين بس بعد ما نخلص خططنا بقى اللي هي الحاجات واجب الضيافة بتاعنا اللي إحنا هنقدمه نبدأ نقدم الحاجات اللي هو جايبها تاني يوم بعد ما اليوم بيخلص والموجودين بيمشوا أو الخطيب بيمشي لازم بيروح لازم بنعمل مكالمة تليفونية وبنقول له متشكرين جدا على الهداية بتاعتك وقد إيه لازم نعرفه إنها كانت حلوة جدا وإنها كانت راقية جدا